عودنا لحضراتكم بعض الفاصل ونجدد التحية ونستكمل اللقاء وبشرة خير قبل الفاصل كنا بنتكلم على الهم الثقيل الذي يصيب السيدات الراغبات في الحمل عند سماع كلمة مخزون المبيض من البويضات وهو فحص هام جدا من فحوصات تأخر الحمل وللعجب الشديد أن تكون هناك بعض السيدات تسعة للحمل وتتردد على عيادات أطباء لشهور ولسنوات ولم يجرى لها هذا التحليل وليس من العقل ولا المنطق القول بأن الست دي سنها صغير ومش معقول عن بسنها المخزون يبقى قليل وبالتالي لا يجرى هذا التحليل فهذا التحليل اتعمل عشان السيدات الراغبات في حدوث الحمل وسنهم كبير نشوف فرصهم بإيه لكن الآن ومع كسرة الحالات التي نرى فيها مخزون ضعيف للمبيض من البويضات في سن صغير فهذا التحليل يجرى تقريبا لكل سيدة ترغب في حدوث حمل أو متأخرة عامل حمل هل معنا اتصال؟ فضلوا أي يا فندم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام حضرتك أنا كشفت المراتي عملناها أشعة السابرة وأشعة تلفزيونية فجال لها عندك ورم ليفي تمام قد اللمونة الكبيرة ورم ليفي معلش المسمى كسر باي ايه بعد الورم ليفي حجم الحجم افتحها قد اللمونة الكبيرة طيب أولا يا فندم في الطب مافيش للمونة ولا زتونة ولا بطاطسايا ولا رمنايا ولا جهفايا في الطب كده في مقاسه كذا سنطي في كذا سنطي والأورام اللي فيها كمان غير السنطي مطلوب موقعها فالأورام اللي فيها بعضها في جسم الرحم وبعضها في عنق الرحم واللي في جسم الرحم واللي في جسم الرحم في منها داخل تجويف الرحم وفي منها في عضلة الرحم وفي منها خارج عضلة الرحم وبالتالي اي حكم حضرك هتقوم بالسؤال اللي بعده على طول سألني نعمله ايه وقالونا نعمله فهجاوب اقول ما عرفش مش ما عرفش جهلا ما عرفش لان المعلومات اللي حضرتك بتقدمها غير وفية للحكم على ده الورام اللي فيه ما فيهوش قد اللمونة ولا قد الزتونة ولا قد البطاطساية الورام اللي فيه ورم يقاس بحجمه كذا عرضه كذا سنطي وطوله كذا سنطي موجود في جسم الرحم موجود داخل تجويف الرحم او في عضلة الرحم او خارجيا وبالمناسبة الورام اللي فيه لا يظهر بالأشعة اللي بالسبغة غالبا اللي حضرتك بتقول عليها وبيظهر بالسونار فهل حضرتك عندك معلومات من دي حجمه بالصمت موقعه فاذا كان حجم الورام اللي فيه كبير فيجب ان يزال فاذا كان حجم الورام اللي فيه صغير وداخل تجويف الرحم فيجب ان يزال رغما عن صغره لانه في المنطقة المؤثرة وبالتالي القرار في الاورام اللي فيه دايما قرار معقد بتحكمه كذا عامل سن الست رغبتها في حدوث حمل حملت قبل كده ولا لأ عملت عمليات قبل كده ولا لأ حجم الورام موقعه مكانه تاريخ المرضي كل ده عوامل تؤخذ بعين الاعتبار معنا اتصل تليفوني اخر اتفضلي يا دكتور السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام والله يا دكتور انا سني 31 سنة يعني رايح هتجوز بيه لانا كنت متجوزة قبل كده ورايح يعني هتجوز للمرة التانية وتزوجتي قبل كده لمدة قد ايه خمس سنين وحصل فيهم حمل لا يا فندم ابدا والله ما حصلش حمل ولا ما عملتش عملي واي عملية طيب وكان السبب في تأخر الحمل لما كشفتم السبب في تأخر الحمل كان عند حضرتك ولا عند الزوج السابق لا الزوج السابق فندم هو كان عنده السبب بنسبة 90% يعني ايه عنده السبب بنسبة 90% يعني بالنسبة للحيوان المنوي يعني تقريبا ما كانش فيه حيوان منوي يعني كان عنده ضعف شديد في عدد الحيوانات المنوية أو يا كاد يكون منعدم لا يا كاد يكون منعدم يا فندم بس أنا عملت فقط اللي عملتها إشاعر السبعة طيب يا فندم طبعا حضرتك من منطقة في مصر بلاش أقول يعني إن حضرتك من الصعيد حيث الأطباء يطلبون بداية هذا هذا الفحص للسيدات مع إن في فحوصات أهم كتير يعني ست ما عملتش عملية قبل كده ولا فتحتش بطنها متوقع إن الأشاعر بالسبعة هيبقى فيها مشكلة إيه ففي فحوصات كتير أهم من ده لكن ما علينا هذا هو الممارسة هناك لكن ما قالوش لحضرتك إن فيه أي مشكلة لا يا فندم الوقت حضرتك بترغبي في حدوث زواج جديد وبتسأليني على فرص الحمل لا سؤالي يا فندم سؤالي بقول حضرتك أنا 31 سنة وحتزوز إن شاء الله ولكن أنا مبدئيا عملت كشف كشفت يعني على نفسي فالدكتور المعالج قال لي حاجة واحدة بس قال لي فيه ضعف في المضيج تنسبة طريقة وده عرفوا إزاي بالفحص كده بالصنار لا يا فندم لا لا عملت تحليل حضرتك عملت تحليل كويس تحليل إيه؟ اسمه إيه؟ استحليل حضرتك هم مثلا التحليل كده خدوا مني عين الدم يا فندم أكيد حدوا منك عين الدم وهما ثلاث تحليل أسميهم نتيجتهم كام؟ والله يا فندم يعني الدكتور قال لي إن نتيجة التحليل فيه تفويض ضعيف بنسبة بسيطة سمعت الكلمة دي وحفظتها أنهي تحليل طيب حضرتك بعد إذنك أعرفي أسامي التحليل عشان نقدر نفيد حضرتك وأنا قاعد هنا بقول لحضرتك إن تحليلين من اللي تطلعون حضرتك هرمون اللبن وهرمون الغضة الدرقية يعني دي نفس الممارسة أنا بقول لحضرتك ممكن أسمعي الحالات واللي بيتألها يعني تمام؟ بس حضرتك بعد إذنك أعرفي أسامي التحليل وأرقامها ونتائجها عشان نقدر نفيد حضرتك حاضر يا فندم حاضر حتصل على حضرتك مرة تانية بس مبدئيا يعني أنا في السن ده وان شاء الله يعني ما عنديش مشاكل مبدئيا لا يا فندم ما عرفش الطبيب بتاعتأخر الحمل طبيب لا يرى لا يرى عينه اللي بيشوف بيها النظارة اللي بيلبسها عشان يشوف هي دليل تحليل رقم فحضرتك بلا دليل وبلا اسم تحليل وبلا رقم ونتيجة تحليل يبقى حكمي حكم الأعمى بالتالي حكم غير دقيق فالكلام على علاته كده إن أنا عمري 30 سنة ده عمر كبير ويؤثر في فرص حدوث الحمل قد يؤثر وقد لا وقد لا يكون هناك تأثير في الأغلب 30 سنة ده مش عمر كبير لكن بالنسبة لحالة السيدة دي هي عندها تأثر في حاجة ولا لأ هذا يجيب عليه رقم التحليل فالتحليل يقيم الدليل على قول وسؤال العليل وبدون تحليل يصبح أي حكم تمام توضع لي يا أستاذة صمر أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حدوثتك ده أهلا بحضرتك طيب يعني حدرتك تقصدي تقولي إنك كنت متأخرة عن الحمل وإن تم تشخيص حضرتك إنك مريضة تكيّس مبايد وقالوا لحضرتك إنك لازم تفقيدي وزن لأن فقد الوزن هو أساس العلاج وأي علاج دون فقد الوزن غير مجدي وطبعاً اللي كان أي حد بيعالج حضرتك وبيديك أي علاج وإنتي وزنك مية ده يعني ده كلام ومية وحاجة ده كلام غير مجدي على الإطلاق وحضرتك ممكن تقولي لي زي كل الستات المصريات أصد أنا ما زدتش في الوزن كده إلا من المنشطات اللي هم كتبواها لي وهذا وهم تمام فلما فقدت وزن الدنيا تحسنت وحصل حمله وربنا رزقك الحمد لله حضرتك بقى زدت في الوزن بعديها تاني زدت بس ما زلت وما حقرش حمل مهو فاندم في حاجات تانية أنا زدت في الوزن آه نزلت بس نزلت ما كانش عندي نفس العزيمة بتاعت أول مرة لإن أنا خلاص بقى معايا عيل فما كتش بقى إيه مجتهدة نفس الاجتهاد وما نزلتش نفس النزول نزلت تمام نزلت دي اسكندراني طبعا وكت الولادة اللي فاتت بقيصرية مثلا ففي عامل تاني يؤخذ بعين الاعتبار أنا بيب الست دي الحوض حصلت سقاط ولا لأ تمام تحليل الزوج اتغير أخباره إيه مخزون المبيض لأ نسبة لزوجة دي يا فاندم أكيد يعني باللفز كده إنه أكيد إنه ما عندوش حاجة ده بس حد لما بصت تحليله حاب يطلع إنه عنده مشكلة علشان ما يبقاش رمين كل الحمل عليك ده حتى تقولي لي أنا دكتور وفي المهنة دي وعارف فحكاية إنه ما يبصوا بتحليله على فكرة عندك شوية لزوجة ده يا فاندم دام راضية ليكي اللي بيقول كده بيرضيكي بيرضيكي إيه إنه يقولك بصي ما تلاقيش بقى هو كمان هو عنده إيه لكن ده مش تمام؟ والله يا دكتور وعملت منزار رحمي وعملت كاحة بصمت الرحم بس ببضو محصلش حمل بعد وحد قال لحضرتك أن المنزار الرحمي وسيلة للتعامل مع تأخر الحمل ولا حضرتك تقصدي منزار بطن وبتغلطي وبتنطقيه منزار رحمي زي كل الستات في مصر لأ منزار رحمي من تحت وده فاندم علاقته إيه بتأخر الحمل ما عرفش الدكتور قال لي فيه لحمية في الرحم وارد وارد ما بقولش لأ لأن مريضات تكايس المبايد زي حضرتك عرضة أن كل شوية يحصل لهم سمك في بطنط الرحم ويتكون لهم لحمية عظيم؟ بس فاندم أنا هتكلم معاك كده بالعقل والمنطق استخدمي العقل والمنطق وما ترديش علي لما أسأل له السؤال بالعقل والمنطق تقول ليه ما عرفش لأننا هنشغل العقل أنا محتاج أعمل منزار رحمي عشان عندي لحمية وده وارد المنزار الرحمي ده عملية بتجرف مستشفى جوبيبينج دخل غرفة عمليات تفيد في إزالة اللحمية لكن لا تفيد أنها بتبص على الأنابيب ولا بتبص على الحوض ولا بتشوف حصلت سقاط ولا لأ ولا يتم منها علاج تكايس المبايد أليس العقل والمنطق؟ السؤال هو بقى وجوبي أليس العقل والمنطق يقول أن الست دي اللي مطلوب بشدة أنها تعمل منزار رحمي واللي موافئ أنها تعمل منزار رحمي في نفس العملية، بنفس البنج، بنفس المستشفى تقوم تعمل منزار بطن مع المنزار الرحمي عشان نشوف الولادة السابقة أثرت على الأنابيب ولا لأ وحصل التساقات ولا لأ ويتم من خلال المنزار علاج التكايسات اللي بيزود فرص حدوث الحمل ويتم من خلال المنزار البطن استكشاف ما لا يكشف لمنزار البطن اللي هو مرض البطنة المهاجرة أو التساقات الحوض أو التهابات الحوض والأنابيب أو الالتهابات بميكروب الكلاميديا جوبي بقى أليس العقل والمنطق كان يقول أن نفس العملية يتعمل معها منزار البطن؟ ولا لأ؟ والله يا دكتور أنا قلت كده قال لي الأنابيب لأن الأنابيب قد عمل أشعة السابقة والأشعة كويسة قال لي الأنابيب كويسة وكده أنا بحلف كمان أن الأنابيب كويسة بس حضرتك الظهر ما سمعتنيش أن منزار البطن يكتشف ما لا يكتشفه سوى منزار البطن زي مرض البطنة المهاجرة وزي التساقات الحوض وزي التهابات الحوض وزي الالتهاب بميكروب الكلاميديا طعم؟ فحضرتك أنا عارف أجادل إزاي؟ عارف جدالي حيوصلني لفين؟ طب إيه بقى المطلوب دلوقتي؟ المطلوب دلوقتي أن تعملي الصح اللي هو إيه؟ اللي هو أن أنا مشي على علاج لتكيس المبايض وافقد وزن تمام؟ وهرموناتي تبقى مصبوطة وحد يحللي مخزون المبيض من البويضات وحد للأسف يدخلني قط العمليات مرة أخرى لأن القرار اللي اتخذ المرة اللي فاتت ما كانش القرار الصائب اتعمل لحضرتك منزار رحمي لأن الزميل اللي حضرتك رح طيله كان متخصصاً في الحقن المجهري وعمل لحضرتك المنزار رحمي وقال لك بصي بقى إذا ما حملتش 3-4 شهور بعد وتعملي مراح حقن مجهري تمام؟ ولم يرد أنه يود حضرتك ناحية منزار البطن الذي قد ينتهي بأنك تحملي طبيعي وحضرتك حاولي تفهمي ما لم أقوله بين السطور وانا يا فندم قلت أنك مخصتيش هل أنا في الكلام اللي أنا قلته ده قلت أنك مخصتيش نعم يا فندم ما سمعتش بس آخر جملة بإذن الله بالتوفيق لا فندم ده أنت منورانا وبالمناسبة يعني عدرتك مش مرتبكة ولا حاجة ده أنت بتقولي كلام مواضح ومحدد أنا بس لما أنت قمت دخلة كده خسيت من 110 ومش حصل حملة فأنا قمت يعني عملت ترتيب للقصة ولكن حضرتك مش مرتبكة خالص حمد الله وقدرنا نفهم كل اللي قدرت قوليه وعرضت مشكلتك بعرض وافي الآن يجب عمل تحليل الهرمونات زي ما قلنا اسمعيني بقى من خلال التلفزيون لأن زي ما قلنا أن تحليل دي هي العين التي يرى بها الدكتور تأخر الحمل الحالة نمرة 2 يجب عمل صنار مهبالي جيد لأن اللحمية اللي حضرتك شلتها وارد جدا أنها بتتكرر في المريضات اللي زي حالة حضرتك نمرة 3 يجب تقييم حالة الزوج كويس وأنا متهقل أنه هو كويس جدا زي ما قلت لحضرتك نمرة 4 7-8 سنين من عدم حدوث حمل لا يفسره تكايس مبايد لوحده وبالتالي يجب البحث عن سبب وبالتالي عمل منظار بطن تشخيصي مع المنظار الرحمي في آن واحد سيفيد ويجدي بعد ضبط الهرمونات والوزن والاختلالات وإن شاء الله هتبقي موفقة بإذن الله تعالى الحمد لله الحمد لله أن البرنامج ده نصيحه وبتفيد ناس يا رب دايما اتفضلي يا دام فاطمة اتفضلي سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وبركاته بقول لحضرتك أنا عملت تحليل مخزون المبيض اللي هو A-M-H هو حضرتك ممكن قبل مخزون المبيض اللي عملتيه تقولي أن أنا فاطمة اللي سني كذا اللي متجوزة بقالي كذا اللي برغب في الحمل اللي قصتي كذا فطلبوا مني تحليل المخزون فاطلع كذا عشان يبقى الكلام فضلي تمام يا دكتور ماشي أنا فاطمة سني 26 سنة تمام متجوزة من 5 سنين أيوة أول أما تجوزت حملت ووسقط أول أما تجوزت عطل حملت ووسقط ورجعت حملت مرة تمام ووسقط ففضلت ماشي مع دكترة كتير كلما رحلوا ما يقول لي أنت كويس آخر دكتور رحطوله تمام بيقول لي لا إحنا نشوف كده شوف أشعة السرقة بتاعتي قال فيها نسبة التهابات وكده فالمهم قال لي لازم نعمل منزار بطني ورحمة احنا كنا رحلوا علينا هنشوف حان المجاري وكده فهو طلب مني عمال لي فعلا منزار بطني ورحمة وقال لي اللي هو كان فيه لحمية بطيطة وحشها كده يعني وقال لي الرحم كويس وكل حاجة كويسة وكده وعمل التهابات وكده ورجع طلب مني معلش 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 حضرتك يعني أنا بلعتها أول مرة وسبتها دص في الأشعل بالسبة وقال فيها التهابات قوم حضرتك طبعا ده بكلام مش صحيح لأن ما فيش حاجة اسمها كده قوم حضرتك زودتي القصة وتقول لي عمال لي منزار وعان للتهابات طبعا الجملتين دول لا أساس لهم من الطب ماشي ما أنا كمان بقول لحضرتك اللي الطب بيقوله طيب هو أنت منين؟ من ضمياط ولا من برسعيد؟ بطن والرحمة دوة قال لي عمالت يعني مخزون موضيات وكده طبعا لواحد واحد وثلاثين تمام 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 فأنا أزلت من حضرتك دوت يعني ده شديد أو لا أصواء اللي أنا خلاص نبقى نعمل حقن وحقن مجالي بس بعد ستة شهور لما المنزار يعني طبعا بيقوله بعد ستة شهور بتعليله خلاص قال لي كده طيب بعد إذن حضرتك هذا المنزار له سي دي فيديو في العملية طيب طيب عايزين نشوفه عشان نقدر نحكم حضرتك عمبك إيه؟ أما تحليل المخزون ده فليس سيئا يأ والله جملي يا دكتور شكرا جملي شكرا لعف طيب وعايز أقول لحضرتك حاجة سمان معلش بضالي برضو 82% ده كويس ولا لأ أه كويس طيب شكرا يا دكتور واحد كمان معلش معانا شغف الـ FSH بتاعي 11 و 41 من 100 ده كويس ولا لأ كويس حاجة كمان يا دكتور واحدة كمان واحدة كمان والـ LH ها كان الـ LH تاني واحدة 9 و 41 و 43 من 100 حلو ده يا دكتور أه حلو انتي ما جاوبتينيش على سؤالي بس استني استني أنا عمال بجاوبك ها انتي من اينا من اينا بلد من دمياط اكيد دي اصل الله جديد دمياطي خالص ايو احنا دمياط ايو ايو تمام بس عشان الناس تعرف ان انا في البرنامج ده بميز اللهاجات المصرية ازاي تمام طب يا ست يا اللي من دمياط ماشي والتحاليل دي كلها الحقيقة لا تشير الى وجود مشكلة ما فيش مشكلة واضحة ولا خلل واضح في تحاليل الهرمونات دي لكن يبدو ان الخلل داخل المنزار فعايزين نشوف ايه اللي في المنزار عشان نقول لحضرتك القرار ايه فلا يستطيع احدا يفتي في حالة حضرتك الا من يرى المنزار تمام مدام ياسمين خلي بالحضرتك منزار البطن لما بيتعمل يرى ما لا يرى غير المنزار ها ست اللي بتتأخر في الحمل ست دي حملت وحصل اجهاد مرتين ومن بعديها لم يحدث حمل لعدة سنوات فالدكتور قال لها لازم تعملي منزار بطن ومنزار رحمي والله المنزار رحمي كان فيه لحمية وعمل معه منزار البطن لان هذا هو التصرف اليقيني المزبوط بالتوفيق شيماء اتفضلي اتفضلي الو ايو الو السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك انا جبما اقول اي حاجة اشترك على مجهودك الضخمة معي يا دكتور والله ربنا اخلي انا من الصعيد وجيت لحضرتك في العيادة وعملت لمنزار رحمي وبطني وبطنط رحم مهاجري من عشر سنين محدش اكتشفها غير حضرتك بعد فضل ربنا يعني حمده الله حضرتك يا دكتور انا عملت المنزار ويعني ان شاء الله كتبت لما انا حامل لمدة شهرين اتنين اربعين يوم عشان تهبيط البطانة جدع وحضرتك قلت لنا فيه تغضد رحمي انا بسأل حضرتك يعني هو التغضد الرحمي ده يعني ممكن اثر بالسلب على نسب الحمل فيما بعد يعني يا مدام شايماء انت تعليمك ايه متعلمة لحد فين انا دبلوم يا دكتور والله برافو عليك والله لقد نطقتي ما لا يستطيع ان يقولوا بعض الحاصلين على الدكتوراه انا بحييكي بحيي انك بيخليك دكتور يعني فهمة واتكلمة وفهمة بتسألي على ايه وانا تحية للعلم فانا احترم جدا العلم والدماغ والمفهومية هجاوب حضرتك بكل التفاصيل حاضر من عيني حاضر ويا دكتور سؤال اخر لو سمحت معلاش يا دكتور تفضلي انا بسأل يعني هي البطانة دي انا معي ولد احتاج الصامة يعني هي البطانة دي كانت من الاول عندي اوجاتني بعد ابني يعني الغيب يا عالمو رب الغيب لكن انا حدي حضرتك فكرة برضو ايه المشكلة حاضر ايه كمان يعني لا قدر الله ما حصلش حملة في اجافة جوزي ايه الوقاية انها ما ترجع ليش تاني ايه اللي اعمل يعني انها ما ترجع ليش تاني الدعاء ثم اللي هنقوله حاضر ايه كمان وحاضرتك يا دكتور انت قلت لي يعني لو اقدر اجي تاني للعيادة انا ما اقدرش اجي تاني للعيادة فممكن متابعة التنشيط بعد حبوب منع الحال ممكن ممكن تبقى عندينا تبقى في البلد يعني ممكن بس اخضر جدا من عندك ممكن خاضر من عنية حاضر اجاوب حاضرتك بعد حلوة التساؤلات دي فيها كلام مهم جدا فنتكلم عليه واحد انا اكتشف ان عندي بطانة مهاجرة قبل بقى انا اكتشف نشوف القصة ايه عندي تأخر حمل مجهول السبب بقى لي عشر سنين ما بحملش محدش عارف يقول لي عقد نافع سبب واضح انما بحملش ليه وما فيش سبب واضح لا في تحليل ولا في اشعة ولا 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 في اي فحص فيبقى داتس متأخر حمل مجهول السبب واكتر اسباب تأخر حمل مجهول السبب مرض البطانة المهاجرة حلو مرض البطانة المهاجرة ده بيجي لستات ما حملوش قبل كده او حملو ولدو بس في الاغلب اللي حملو ولدو بقيسريات ففي الاغلب حضرتك بعد ولادة طفلك اصابك هذا المرض هذا المرض في الدرجات البسيطة منه لا ترى الا بمنظار المرض ده عبارة عن نقاط دموية في الحوض اسمه اندومتريوزيس اكسترنة او اكسترنال اندومتريوزيس او بيلفك اندومتريوزيس مرض البطانة المهاجرة في الحوض اذا ترك المرض واستشرا وتقدم سن السيدة بعض الحالات بتتحول الى ان البطانة المهاجرة دي تصيب عضلة الرحم فتحدث تضخم في عضلة الرحم ما يعرفه الاطباء باسم تغدد رحمي او ادينو ميوزيس ودي حاجة ملهاش اي تأثير على فرص الحمل لكنها تظهر بالصنار فلما حد يبص بالصنار في ستة متأخرة في الحمل وبقالها فترة بتحملش ويلادي عندها ادينو ميوزيس تغدد رحمي تضخم في عضلة الرحم هذا قد يشير ان عندها بطانة مهاجرة اندومتريوز في الحوض من درجة واضحة اللي بيمنع الحمل عمل المنظار هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف البطانة المهاجرة عند عمل المنظار يتم كين نقاط الدموية اللي هي من البطانة المهاجرة يفضل اخذ علاج تهبيتي بعدها لايقاف نشاط البطانة المهاجرة ولمنع ارتجاعها لانها بترجع ما بين ستة شهور لسنة من المنظار اذا لم يحدث حمل يجب خلال الستة شهور للسنة الزهبية دي لانها اعلى فرص للحمل بنسميها كده استغلال هذه الفترة بتنشيط جيد للتبويض لزيادة فرص حدوث الحمل اذا لم يحدث حمل اذا حدث حمل سبعين تمانين في المئة من الحالات بيهبط مرض البطانة المهاجرة تهبيت دائم وبعضها بيبقوا شوفيه تماما وبلا رجعة وبعض الحالات للأسف بينشط مرة اخرى اما اذا لم يحدث حمل يفضل لجوء للحقن المجهاري قبل ارتجاع المرض لاننا بنا خايفين وعايزين يحصل حمل لانه وسيلة من وسائل العلاج اذا لم يحدث حمل وجوزي سافر وانا لا ارغب في حدوث ان انا اعمل حقن مجهاري احاول امنع حدوث البطانة المهاجرة ازاي اي حاجة لايقاف نشاط المبيض زي اقراص من الحمل بتهبط هرمون الانوسة وتقلل فرص ارتجاع المرض لكنها الحقيقة لا تمنعه تماما لان عشان نوقف نشاط المبيض خلص بقراص من الحمل لازم نستخدمها بصورة متصلة لكن ده اللي في ادنه اذا ما حصلش حمل فانا الحقيقة مبسوط جدا من كلام حضرتك لانك اعرضت حاجة كتير ونضيف بقى من كلام حضرتك لموضوع الحلقة مرض البطانة المهاجرة واحد من اكثر الاسباب المعروفة حديثا التي تؤدي الى اضعاف مخزون المبيض من البويضات واهلاك هذا المخزون والستات اللي عندهم بطانة مهاجرة اذا ترك المرض بدون علاج فجأة يعني ممكن نعملين لست تحليل المخزون في شهر يناير طالع كويس فجأة كده نلاقيه في شهر 12 ابتدى ينحدر ويحصل ضعف في المخزون فهو يؤثر على مخزون المبيض من البويضات مش كل المصابات لكن بعض المصابات هذا المرض يضعف مخزون المبيض من البويضات يقلل عدد وجودة البويضات يقلل فرص حدوث الحمل يقلل حتى فرص نجاح الحقم المجهري لا يكتشف اللي بنظار في الدرجات البسيطة منه ان شاء الله العلاج مع حضرتك يجدي زي ما حضرتك سمعت الأستاذ محمد اللي بيقول شلنا لمراته كتلة من جدار البطن انها كالدرجة متقدمة من البطن المهاجرة ومع ذلك حصل حمل بعدها بعدة شهور من المنظار وهذا وارد وقد لا يحدث وهذا وارد فالمرض الحقيقة بالنسبة للحمل بلا قواعد واضح قبل ان تنتهي هذه الحلقة نحاول كده نشوف الصور معنا ونستعرضها نشوف اول صورة عشان نؤكد على وسائل الوقاية والحماية من مرض كوفيد نايمتين اللي ناس كتير بتتناساها الوقتي نشيل صورتي انا ونخلي الصورة فول سكرين لما تعتص او تكح لو سمحت استخدم كمك استخدم منديل اغسل ايدك كل شوية لو سمحت التباعد المجتمعي ارتداء الكمامة تقليل الاختلاط تقليل الخروج قدر الامكان ديه وسائل الوقاية التي لم يجد العالم بديلا لها للوقاية من كوفيد نايمتين نشوف الصورة اللي بعدها يتزامن هذه الايام مع اقتراب كمان انتخابات في حتة في العالم كده على الحديث على توفر لقاح وانا بقول لحضراتكم واتوقع ان اللقاح هيبقى متوفر عشان يدعم احد اطراف الانتخابات وان بعض الكلام هيبقى متاح على اللقاحات قريبا الحقيقة بقى عندنا قلق ان لو هيتوفر لقاح بسعر قد ايه وحيبقى متوفر لمين اولا وحيبقى قادر انه يغطي البشرية اللي عايزة كلها تاخد اللقاح ولا لا فبقى فيه قلق شديد في عدد السرنجات الحؤن اللي هتبقى متوفرة هنحتاج ان بعض المصانع خاصة في امريكا وجدوا انهم محتاجين انهم يضعفوا انتاجهم من الحؤن تقريبا مرتين لثلاث مرات انا الحقيقة دي الصورة اللي جاية بس اقول كمان الصورة دي عشان ان فيه تقرير امريكي بيقول ويؤكد على ان تناول الطعام في المطاعم لانها اماكن مغلقة وبيقى فيها اقتراب وما فيش قواعد التباعد من الحاجات اللي بتزود جدا نسب الاصابة بالمرض فنؤكد مرة اخرى على التباعد وخاصة في الاماكن المغلقة سيئة التهوية نشوف الصورة اللي بعدها اللي التقرير اللي بيتكلم على ان حتى لو اللقاح بقى متاح فحيبقى فيه قلق شديد في عدد السرنجات تخيلوا ان احنوصل الى ان يحصل ضغط على ده وفي ظل ده ولله الحمد الحكومة المصرية اعلنت من عدة ايام انها تقوم بتصدير الكمامات والكحليات ووسائل تعقيم الايدي لعدة دول في العالم لان عندنا انتاج مصري قوي ومميز ومغطي السوق المحلية وكمان فقط واضح للتصدير بقى فيه قلق في عدد السرنجات اللي هتبقى متاحة هل هتبقى متاحة تكفي البشرية كلها اللي عايزة تاخد ده اللقاح ده وفيه فترة قصيرة وضغط شديد على الريسورس دي ولا لا ونكمل بقية الخبر نشوف الصورة اللي بعدها عشان نصل الى ان بقت فيه حرب لدرجة ان تم قرصنة نشوف الصورة اللي بعدها على سفينة وشركة كانت موجهة الكمامات الصورة اللي بعدها كمامات الى دولة معينة بلاش بس نقول اسامي الدول يمكن حضراتك تقرواها في الخبر فدولة اخرى المستوردين بتوعها دفعوا للمصانع تلت اضعاف السعر اللي كان معروض علشان يحصلوا على انتاجهم من الكمامات وبعض الدول لسفن موجودة في البحر فيها كمامات رايحة لدول معينة تم توجهها لدول اخرى بزيادة اللي مدفوع علشان تروح لدولة تانية عشان توفر الكمامات لشعبها طبعا احنا بقى ايه الناس ما بتلبس الكمامات وبتلبسها في كوعها نشوف الصورة اللي بعدها حاضر معلش الصورة اللي بعدها كمان نشوف الصورة اللي بعدها اه بعد اذن حضراتكم هذا المقال موجود على المصر اليوم هذا المقال ينعي ويرسي الطبيبة الزميلة الفاضلة عسمة عبدالخالق التي توفيت الى رحمة الله منذ شهر تقريبا بفيروس كورونا وهذا المقال كتبته احدى الكاتبات على موقع المصر اليوم عن ما نعاه احد زملائها واحد اطباء النساء وكتبوا على صفحته الشخصية عم ينعي ويرسي الدكتورة عسمة بإذن الله يكون كل اللي عملته ده في ميزان حسناتها وبيقول اتعلموا منها كل اللي يعرف الدكتورة عسمة ربنا ارحمها كانش يوصفها غير انها دكتورة جدعة وده اللفظ ده احنا بنعرفه قوي في دكاترة النساء الستات يعني اللفظ ده ما بتقالش على حد له خواص معينة ها اللي كانت تنزل في انصاص الليالي وكانت تروح وتيجي وعمرها متأخرت عن حد انا حترك حضراتكم يعني انا حختم البرنامج واطلب من الاسرة الاخراج والكنترول ان نسيب المقال على الشاشة عشان حضراتكم تقروا وتقروا افعال الدكتورة عسمة واطلب من حضراتكم كلكم وكل مشاهدي البرنامج ان يدعو لها بالمغفرة والرحمة وان يجعل الله مالقته في ميزان حسناتها واتوجه بالشكر للسيدة زينب صالح اللي على صفحة البرنامج قالت انها بتحيي الاطقم الطبية ومن سقط منهم شهداء انا كمان بحيي حضرتك كل السيدات وكل الانسات يستمر المعركة الدائرة بين الطب والعلم والمرض ويستمر هذا السباق الذي لا ينتهي ونرجو ان نكون في نهايته منتصرين والاطباء هم جنود ووقود هذه المعركة يضحوا بحياتهم وصحتهم وراحتهم من اجل راحة وصحة البشرية رحم الله شهداء الاطقم الطبية ونوجه لهم كل التحية ورحم الله الزميلة الفاضلة الدكتورة عسمة وللأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير واسبكم مع التقرير والمقال عن الدكتورة عسمة رحمه الله